حتى أكبر الإثام فكان له زيفة بن يمان بيه الإسلام ويطلق الصلاة ويملون الزكاة ويطوفون المحيال ويطوفون المحيال ويطور سلطان ويهكمون بالباتل والقصران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويقصون الضوات والزنا ويأكلون ربا ويهبون الغنا وتقيل الأمانة وتخصر القيانة ويفتخرون بأساب الأباء والأمهات وتعل الأصوات والقصومة في المساجد ويكيل فيها الراقع وساجد ولا يؤخر صقيرهم خبيرهم ولا يرهم خبيرهم صخيرهم وترى لكذب حديثهم ولغبة والنميمة فقيهاتهم إن أراهم إن أرا حقا كاره وإن أراه باتلا تابعوه الحديث أن أبي موسى العشري رضي الله عنه كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب موسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب موسيء الغير حتى تطلع الشمش من مغربها أذكر الله يذكركم يَخْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَا كَاتِ مِنَّنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسُلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصُحَابِهِ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَسِلَا موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر